السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع معا حل مسائل على تحليل المتجهات المسألة رقم 3 كالعادي يقرأ لطالب المسألة ثلاث مرات ثم في المرة الرابعة يقرأها ويرسم المتجهات في مسائل المتجهات حلت طالب رسم المتجهات رسما تقريبيا ليسهل عليه حل المسألة يقفز مظل من برج القفز محدسا إزاحة مقدارها 125 متر بزاوية 25 درجة تحت الأفق إذن أول خطوة نرسم الخط الأفق ثم نرسم المتجه تحت الأفق بزاوية 25 درجة بدايته النقطة A ونهايته النقطة F جد كل من مركبة مركبة إزاحته الأفقية ومركبة إزاحته الرأسية إذن نرسم المركبات من البداية نرسم المركبة الرأسية كونه اللي تحت أسهل نرسم المركبة الرأسية أتريد كونه إذن هذه تمثل D Y وهذه النقطة نهاية المركبة كونه B من نهاية المركبة هذه برسم المركبة D X هذه D X لاحظت أن المركبات على التتالي يعني رأس ذيلي رأس ذيل إذا صار عندي المركبتين والزاوية هذه 25 لكن نحن نحتاج إلى الزاوية هذه أو فينا نأخذ الزاوية هذه اللي هي بتساوي الـ 25 إنها تقابلها ممكن نأخذ هذا أو نأخذ هذه هحلها على الزاوية 25 أو على الزاوية سيتا هحلها على الزاوية سيتا طريقة تانية سيتا شو بدها تساوي 90 ناقص الـ 25 سيتا شو بدها 65 درجة أحسب دي وي لا ننسى دي وي وين اتجاهها بالاتجاه السالب لمحور وي إذن في الاتجاه السالب وهذا في الاتجاه الموجي إذن دي وي وتساوي الوتر اللي هو دي ضرب دي وي تجاور الزاوية سيتا إذن تجاور إذن كوساين سيتا إذن وتساوي لـ 100 و 25 مضروبة بكوساين لـ 65 بس تخدم الآلة الحاسبة وبطالع الجواب الجواب بيكون 52.8 52.8 متر بالاتجاه السالب للمحور وي نحن لدي دي أكس وتساوي للوتر اللي هو دي دي أكس يقابل الزاوية سيتا إذن الوتر مضروب بسين سيتا وتساوي دي عبارة عن 125 مضروب بسين الخمسة وستين نستخدم الآلة الحاسبة ومنحسب الجواب بيكون عبارة عن 113 13.3 متر في الاتجاه الموجب للمحور إكس كما شاهدنا على الرسم بتمنى تكون وضحة لقلكون وحلوها لواحدكم وقارنوا لحلكون هنا ورسموا وفي انتظار تعليقاتكم وفي انتظار طلباتكم